أنه نعتبر أن المشاريع الثلاثة هذية هي مشاريع فشل ومؤشرات الفشل بين الخطبيات ومن البرامج مهما كانت مستوى الأرقام في السونداج معنا لسبر الأراء لأنه المشاريع هذية المشروع الأساسي اليوم حالياً هو مشروع الرئيس قيس سعيد هو مشروع شعبوي فوضوي يقسم التوانسة ومشروع ينجم حتى يلغي الديمقراطية هو يحذر إلى حكم فردي والحكم الفردي هو الباب نحو الحكم معناها الدكتاتوري سواء بقيس سعيد أو بمن يأتي بعد قيس سعيد هذه النقطة الأولى النقطة الثانية هو حركة النهضة وحلفاها حركة النهضة طوال العشرة سنوات رذلت المشهد السياسي ورذلت الدولة وأخيرهم ما وقع إثن انتخابي 2019 تعطيت لها فرصة الحكم لكنها لم تعرف تتصرف في هذا الحكم وفي اللعبة السياسية تعطيت لكم أيضاً نعم اليس الفخفاخ هو واحد من قيادات حزب التكتو نعم نعم وما وقع مع حكومة اليس الفخفاخ هو دليل أن حركة النهضة يهمك المصلحاتها الخاصة من خذل الآخر في علاقتكم بالنهضة في علاقة بتجربة الفخفاخ سيخليل حكومة كانوا فيها ستة وزراء على الأقل معلنين من حركة النهضة كقيادات من حركة النهضة معناها زيادة على الوزراء الأخرين اللي كانوا قاربين من حركة النهضة كما تقول وزير الفلاحة مثلاً اللي أصبح معناها من حركة النهضة أقريباً الحكومة كانوا فيها تسعة محسوبين عنهم على النهضة مهم ستة ديكلاري واضحين لماذا حركة النهضة أرادت أن تسقطها معناها حكومة الفخفاخ لأنه فما تضرب مصالح عند السيد اليس الفخفاخ القضاء أنصفها اليس الفخفاخ والحمد لله ونهنيوه السيد اليس الفخفاخ أنه القضاء أنصفه هذه نقطة الأول لماذا من السؤال اللي تترح لماذا حركة النهضة في خطابها الأول بعد الانتخابات قالوا لن نتحالف مع الفساد نبيل القروي وحزب قلب تونس ثم أصبحوا يشتري تونة مشاركة قلب تونس في الحكم لأنه راشد الغنوشي كان خايف من عارضة سحب ثقة في البرلمان لأنه لمصلحة شخص هزينا البلاد إلى أزمة خانقاً نعيش فيها تاو وذي يزمو يتذكر في التاريخ وسوف يتذكر في التاريخ لمصلحة راشد الغنوشي تم إسقاط حكومة تم إسقاط حكومة ودفع البلاد إلى أزمة سياسية خانقاً